بينما كانت الأنظار تتجه نحو مفاوضات غير مباشرة تجري بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ينهي الأدوان على قطاع غزة أقدم الاحتلال الصهيوني على ارتكاب جريمة جديدة فتحت الباب واسعا أمام احتمالات التصعيد واتساع رقعة الحرب اغتالت إسرائيل صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من قادة كتائب القسام وبعض من كوادرها في لبنان حيث تمت عملية الاغتيال بهجوم جوي فضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت في خطوة عدها كثيرون تنذر بامتداد الحرب إلى جبهة جديدة وبحسب المحللين فإن اغتيال العروري عملية خطيرة قد تدفع المنطقة نحو مواجهة كبرى إذ من المرجح أن يبدأ التصعيد في المواجهة على جبهة عدة بعدما استهدف الاحتلال العمق اللبناني للمرات الأولى منذ حرب 2006 ما يعني أن إسرائيل أسقطت ما كان يعرف بقواعد الاشتباك وهو أمر يشي ربما بوجود خطط صهيونية لاستهداف المزيد من قادة حماس في لبنان وغيرها رأي يدعمه إعلان تركيا عن اعتقال شبكة لجهاز الموساد الصهيوني كانت تضم عشرات العملاء الذين سعوا إلى تعقب واختطاف ناشطين فلسطينيين مقيمين في تركيا وفي حين تتعقد الأمور إقليميا بعد اغتيال العروري لا يختلف الأمر كذلك بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية اتوقفت المفاوضات بهذا الشأن بعد عملية الاغتيال ومن غير المرجح استئنافها على المدى القريب وبالنظر إلى ما يتوارد من حديث غربي عن قرب شن ضربة عسكرية ضد ميليشي الحوثي في اليمن بعد استهدافها السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب فإن الحرب في قطاع غزة ربما تكون بحسب المحللين مجرد فصل أول لمواجهة أشمل قد ينزلق نحوها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط